اشتركوا في القناة 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 كان هناك كثير من المنزل ماذا ستكون معها لم يقالوا نحن نحن لم يقال كوزير الداخلية لم يقالوا نحن 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 ماذا ستكون هناك كثير من قبل وأنه يطلب من من شنقري حا يمشي معا نشيل شنقري عن حبيه يمشي معا تبون يخاف يخاف شما يدرونه كو ديتاك شما يدرونه عبسا لكن كلها خوف لذا ماذا بيه يكون معاها أربع قال لك أنا أقول لولا كمشاق الكوضاء الحجم الأساسي إنجاز خط السكة الحديدية ما قلناه بشار يندوف غارج بيلد تذكر هذي هذي فيه 950 كيلو متر ما عمليه تعالش حتستقام لكويله ملاير من الدولارات يعني ملاير من الدولارات ستتطيش لديون دو سابل وفنل تشكوش راح نبيع انت يعني بش تخرج الحديد من غارج بيلد تذكر تذكر البشار تذكر البشار تذكر المستغانم ولوانم بش تبيعه ما حال يستقام لك ما حال يستقام لك دراسة اقتصادية لهذه المشروع ولا غير هذي بك مديكم الأعماء الحقد والعداوة وهذا ما كان هذي هذي غير تبيه الحديد لا يغطيش تكلفة النقل لا يغطيه الحديد الذي ستبيعه لا يغطيش تكلفة تكلفة عن نقل هذا انتحار هذا يتسمى مشروع انتحاري لا يغطيه لا يغطيه هو قال انتحاري زكارة في المغرب المغرب لا يغطيه لا يغطيه لا يغطيه انتحاري تقول الفايدة على الجزائر يأخذك من المغرب لا يغطيه يقول فايدة على الجزائر فايدة على الجزائر فايدة على الجزائر عندك بما تخرج الحديد على المحيط الأطلسي عندك 400 كم عندك 400 كم عندك 400 كم تخرجه على المحيط الأطلسي وعلى شهادك راح تستفاد وش راح تستفادكم من البوريزاريو وش راح تستفاد يعني تستنتها البوريزاريو يعني كيف يدير الدولة انتو ما صدتوا دولة كيف يدير الدولة انتو ما صدتوا دولة فريا بورتي اللي هذا كيسم كوستيوم يلبسو ولكن كما انتو ما عراية دي فايو ما كنش ما فيم الكوستيومات قطعت القوستيومات قطعتوا الدولة قطعتوها ورديتوها على القيس ديركم قطعتوها على قيسكم قزمتوها قطعتوها قطعتوها وضمتو الدولة قطعتو دولة وتبني دولة وهمية ما عندها حتى مقومات دولة قطعتوها قطعتوها كانت الجزائر من جهة وعندها وزن وعندها كلمة وعندها وعندها والمغرب المقابلة كانت في وضع ضعيف جدا عندها معارضة شارسة عائشة في الخارج منهم كثير من اللاجئين السياسيين كانوا في الجزائر كانت عندها سجود تازمامارت وسحاري ووغدا وعائلتو فقير مطيشين في ظروف غير الإنسانية مشاكل عديدة والشاب المغربي كان عايش في وضع يعني مزري ولكن في خمسين سنة أمور تغيرت المغرب عوض تأخر دياله اللون تفعلها بناس فتمر عمل من أجل الحريات عمل من الفردية فيه نقائس وبزات نقائس ولكن نخدم ووصل في كل مجالات يموصل في فوتبال دمين في ناركوب جيمون يموصل ينظم كوب جيمون عن قريب في الفي ملتاتين يموصل ينتر السيارات كنوباء في أوروبا يموصل دير تي جي فيه وجزائر مزينة تدريد وعلى أردنا أيها المغرب يموصل في أوروبا قسم الدير كاتية تدريد مغرب مغرب تدريد في كل مجال خمسين سنة نحن في خمسين سنة ضمرنا كل المكاسب اللي سجلناها في ثلاثة سنة لا خمسة سنة لا يستقل جاءوا بدها السيشة ديبن جديد استحب باب المحبات وباب الرشوة وباب السريقة وباب النهب وباب العشرة في المياه ولحقت سلم الأمور للعسكر في فرنسا ودخلوا الجزائر في حرب أهلية ومن بعد ذات دعوة ولت فيها السريقة والنهب وبقدا دائرة أحالة في البلاد ومن بعد يقول لها العرايا هذا يكلم شعب الجزائرية في القاعد الجيش تهفوا ما جيش تهف شامل زين جيش تهفوا جيش تهفوا ندير مشروع السكاة حديدية ما بين بالشهر وتيندوا في غارج بيلاد لكن هذا المشروع من شأنه تحقيق تنمية اقتصادية في المنطقة وتوفير مناسب الشغل لشبابها بالكلام في الواقع ما رح ندير ما رح ندير ما رح ندير ما رح نديرها ما رح ندير المشروع لكن المشروع يتم إنجازه على ثلاثت ماقات محاولة تربط المقطع الأول بشار بالنقطة الكيلومتريا ميتين ومن بعد المقطع الثاني يربط أم لأسل بتيندوف على مساف 175 كيلومتر والمقطع الثالث يربط نقطة الكيلومترية ميتين وأم لأسل ومن تيندوف إلى غار جويلات على مسافة 575 يعني يشوف منها اللي تقوم الدنيا هالمشروع ما يشوفش النوع ومليح بشكل الأقل أنا أتمنى أنه لا يبدوش فيه لأنه دراهم رايحة يأكلها الرمل رايحة يأكلها الرمل هذا اللي يجي يقول لي ندير هذا المشروع يقول لي أعطي لي أخويا أتود إيقونوميك أعطي لي أتود تيكنيكو إيقونوميك هذا المشروع ما هي راح نستثمر و ما هي راح نربح ما هي راح نستثمر و ما هي راح نستثمر و ما هي قوليك ما هي راح يستثمر ما هي تقول لي كحل راح لا يستثمر ما هي راح يستثمر ما هي مد causing الانشروع مش راح يبني ندير نبدر من له ب Hyper P shady B ما هي راح نستثمر وهولئ we would know على ذلك你要رorar لهذا تشوفوا قنوات العروة الاستيحمار ما يفتحوا عbyn muchos موضوع حول الموضوع في الجزائر لا تفتح النقاشات حول المواضيع الحساسة بل النظام يقدب عليك كيمة وسقط يا مواطن ومتحوش تفهم لأنه مفروض مشروع كيمة هذا يتقوم بقريب ألف كيلو ماتر نقوم بتشبيلات البشارة ونزيد من البشارة المصغان إلى الوهرن سوف يستقاب وليس سوف يدخل كل مداير نكاية في المغرب ها زكارة في المغرب نديمه المغرب وشحار بو فيه تقصف في دراميك روح كل دراميك كله في الرمل كله من اللي يبغيت درامي الشعب الجزائري هذو درامي يروحوا احنا يغيذونا احنا يغيذونا كالجزائريين درامي عندما يشوف البيترو الخارج في الرمل ويرجعوا دراميو للرمل وما يسفدش منهم الشعب هاك درامي يديرو لدي حرام هذو نهاية الناس تتكتل ومشي ومشي وانتقال شوف الفيدة ديالك حبل كل شيء شوف الفيدة ديالك شوف الفيدة ديالك شوف الفيدة ديالك على الشعب ديالك على بلادك لما تخرج الحبيد على 400 كيلومتر كما يتخرجوا على ألفين كيلومتر كما يتخرجوا على ألفين تكلفة كيف كيف اي واحد ابس واحد يقول لك يحب السطب ما تندرش هذي هذي رهي ما تندرش يجب أن يكون مجنون معته مهبور مهبور ما تندرش هذي يقول لأولاد حرامي يصنفش لا يفتدر عامهم هو ماذا يستقوه لا تخلي الشعب يجوع وماذا كله نكاية في الشعب الجزائري ليس في النظام المغربي يا شعب الجزائري درعمك هاو ينرموهم لك وانت تضحك درعمك هاو ينرموهم لك وانت تضحك ما يعجبكش الحال الحبس لا ما يعجبكش الحال الحبس هاي دي بق سؤالي بقهم تروح بما انه سيتبون راهوا على مقربة من مخيمات دوف ومن حدود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هل سيوجه له الرئيس الصحراوي دعوة لزيارة بلده شكرا لزيارة بلده